موسيقى أهلاً أحبائنا مشاهدينا نحن مدينون لبطرس الرسول في هذه المنطقة في كفر نحوم سأل يسوع كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له إحنا مدينين ليه؟ حتى لو كان السؤال خاطئ ولكن المسيح استخدم جواب ورد على هذا السؤال حتى يعلم الأجيال السؤال كان بعبر نوعاً ما عن الأنانية كم مرة يخطئ إلي أخي؟ مش كم مرة أنا أخطئ إلى أخي ولا على كل حال الرب اتخذ من الموضوع درس فاتكرم بطرس الرسول أهلاً سبع مرات؟ طبعاً المعروف في التقليد اليهودي أنه بحسب سفر عامس أنه الرب غفر للشعوب المجاورة ثلاث مرة من أجل الذنوب ثلاثة أو أربعة أخفر وهكذا التقليد اليهودي فبطرس الرسول حبي يكون كريم أكتر من اللازم إلى سبع مرات فهنا كان الرد الصادم قال له سبعين مرة سبع مرات طبعاً المقصود هنا مش نعمل عملية حسابية سبعين في سبعة هذا يعني أربعمائة وتسعين مرة كل يوم إذا أخوي أخطأ يعني الجواب بلا انقطاع بلا حدود ما تعدش ولا تحسب هذا الرقم فليس المقصود هنا بالعد الرقمي لأنه إذا أنت بلشت تعد معناه أنت بتذكر أوه يا أخي أكم مرة بدي أخفر لك أول مرة وتاني مرة وتالت مرة وعاشر مرة أنت عم بتعد فأنت عم بتذكر وبتذكر الشخص بخطيته وبتذكر نفسك هذا ليس غفران لكن هون الغفران المبنى على النعمة الإلهية على المحبة الإلهية الغير محدودة والغير مشروطة يعني المسامحة الكاملة والغفران الكامل ولا يعود يذكرها والجدير بالذكر أنه هاي الكنيسة للأرتودوكس بقامنوا أنه المفلوش كان في هذا المكان وعندما دلوا المفلوش قال يسوع لهذا المفلوش يا بني مغفورة لك خطيات رجال الدين زعله من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده والرب يسوع أجاب لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوش لك أقول قم وفعلا قام وهذا كان دليل إثبات على غفران المسيح كما غفر للمرأة الخاطئة في لوقا سبعة قال لها مغفورة لك خطاياك أو كما غفر لللص التائب على الصليب عندما قال له اليوم تكون معي في الفرداوس ولكن السؤال يعني كتير من الناس ليه صعب أنه نغفر بسبب الكبرياء بسبب الخطية طبعا أسباب كتيرة بسبب المرارة مرارة في النفس وصلت يعني غضب مختزن مش قادر خلاص مش قادر يغفر ما بيغفر يمكن خايف من تكرار الإساءة غفرت له مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويمكن رح يكرر الإساءة لإلي فثار عندي حاجز الخوف أو غير يعني مش فاهمين أو ما منقدر التقدير الصحيح لغفران الله لنا لأنه لو نعرف كم إنه الرب غفر لنا أكيد رح نبتدي نغفر أحدنا للآخر كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له بلا حدود غفران بلا حدود غفران بلا شروط بلا انقطاع وبلا انتهاء والرب علم درس وتكلم عن مثل العبيد واحد يعني كان مديون للسيد للملك عشرة آلاف وزنة طبعا استحالي إنه يسد هذا الدين إذا فهمنا إنه العملة أو الوزنة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس عشان أبسط الأمر يعني الميزانية هاي أكبر من ميزانية مقاطعات مع بعض يعني مثل مقاطعة في أيام المسيح مقاطعة أدوم ومقاطعة اليهودية ومقاطعة السامرة كانت الميزانية تبعتها ستمائة وزني هنا ابتدينا ندرك قديش كان الغفران كبير من الرب يسوع المسيح الهيكل بناء الهيكل في أورشليم كلف بناءه تلات تلاف وزني من من ذهب وعلى فكرة وزنة الذهب خمسة وعشرين كل وزني وزنة الدهب هي خمسة وعشرين كيلو جرام هاي كل وزني فتخيل أنت عشر تلاف وزني ابتدأت استررسالة تصل إليك شوي أكتر بلاش احنا جايين أو منصور في كفر نحوم اللي هي في الجليل كل الجليل الكبير تعشو كانت ميزانيتو تلات ميت وزني أي كان مبلغ هائل طبعا لو ترجمنا الوزني لأنه المسيح تكلم عن العبد الآخر كان مديون ميت دينار لو حولناها إلى الدينار برضو راح يكون مبلغ استحالة يعيش ويموت مرة بعرفش أكم سنة مش رايح يقدر يسدد راح يكون كل حياته عمره لكذا مرة موجودة في السجن فنستطيع أن نستشف من هذا المثل أنه هذا الملك أو هذا السيد سامح ترك له الدين لأنه ابتدى قال له دخيلك ابتدى يسترحم الملك ابتدى يعني أعطيني بس مهلي والملك زكي هو عارف أنه استحالي بكل سن بيغرق أكتر بالديون فالدين هو لعني والدين هو يعني ما فيك تتحرر منه إلا أزالرب حررك منه وواحدة من أسماء الغفران هي ترك الدين ترك الدين فالمسيح لما أعطى المثل طبعا فهمنا أنه هذا الغفران استحالي أنه يعني أنال هذا الغفران إلا إذا الملك ترك ترك الدين وغفر لي وسامحني بالكامل وهذا ما حصل وطلع لبره شوي شاف عبد آخر من الشغيل اللي عنده مديون له بمئة دينار يعني مبلغ زهيد والدينار هو أجر يوم لعامل فيعني تخيل أنت مئة دينار يعني مئة يوم للعامل يعني ثلاثة شهر وشوي فتخيل الكم الهائل اللي الرب غفر له وفي نفس الوقت لم يستطع أن يغفر للعبد الآخر بل حتى مسكه من خناءه من عنقه يعني أظهر عنف وشراسي وغضب تجاه هذا العبد الآخر في نفس الوقت أنه السيد رحمه رحمة عظيمة وغفر له بالكامل بدون ما أنه يسأله عن أي شيء فطبعا العبيد التانيين اللي شافوا استاءوا من هذا الوضع رجعوا للسيد يا سيد كذا وكذا هذا الشخص أنت سمحته كل شيء وطلع لبرة مسك بالخناء العبد الآخر وحطه في السجن فاستدعاء الملك وسمى العبد الشرير يعني أما كان ينبغي أنك تترك الدين كل هالدين اللي تركت لك إياته شو من تعلم أحبائي استحالي أنه نصل للغفران بدون نعمة الله وبدون محبة الله فالغفران هو عمل إلهي مكتوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا علينا الدين كل الأبدية لأنه خطيتنا هي ضد الإله الغير محدود فعقاب الخطية لازم يكون عقاب غير محدود الرب ترك لنا الدين لأنه فيه شخص سدد فيه شخص دفع هذا الدين لا بأعمالك ولا بوزناتك ولا بإمكانياتك ولا بتقواك ولا ببرك ولا بأعمالك الصالحة ولا بحسبك ولا بنسبك ولا لأنك جاي من خلفية كده وكده الرب ترك لنا الدين إلى الأبد وغفر خطيانا فيه شخص دفع دفع ثمن باهز دم يسوع المسيح دم يسوع المسيح من أجلك ومن أجلي فطالما إنه الله غفر لنا بهذا الدين ألا نقدر أن نغفر لأخوتنا مسامحين بعضكم البعض كما سامحكم الله في المسيح إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا لكن مرات كتير ما منغفر لأنه مش مقدرين قيمة الغفران اللي كلفت دم يسوع المسيح مش قادرين نغفر لأنه فيه مرارة في حياتنا وفي داخلنا وبسبب الكبرياء منرفض إنه نغفر والنتيجة منخسر حريتنا منخسر حياتنا بينتزع فرحنا وسلامنا ومنعيش دايما تعبنين بإعياء بإنحناء كل أيام حياتنا فاليوم إحنا منصلي اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ثم يواصل المسيح في الصلاة ربانية يقول إن لم تغفر لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم فهي دعوة للغفران كم مرة يخطئ إلي أخي أو كم مرة أنا أخطئ أنا بشكر الرب لأنه صار غافر لي ملايين المرات وإحنا منستاهل مش السجن جاء المسيح ودفع ثمن وعقاب الخطيئة إذ بذل نفسه من أجلك ومن أجلي كان هو الأضحية حمل الله اللي أخذ عقابك ومكانك ومكاني وعطانا بره وعطانا حياة بررنا أمام الآب ليس على أي حساب آخر ولكن الاستحقاق دم يسوع المسيح اغفر تحرر من السجن اللي أنت فيه اغفر حتى تبتدي ترجع البركة لحياتك حتى تسترد الشركة حتى تسترد البركة حتى تسترد العلاقة حتى تسترد حضور الله في حياتك اغفر 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر